السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم عندنا شرح لطريقة إيقاف تحديثات الويندوز عشرة بشكل نهائي فالشرح يا شباب رح يكون بسيط إن شاء الله لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ في لده يا شباب أوشي تروحون على أيقونة البحث هذه وتكتبون هذا الأمر فبعد ما تسجلون يا شباب هذا الأمر في البحث تضغطون على Enter فبعد كده يا شباب رح تظهر عندكم هذه القائمة تضغطون على كلمة Name وبعد كده تنزلون تحت لين اللي هو ويندوز Update اللي هو هذا الخيار تضغطون عليه وبعدين يا شباب هنا الخيار هذا تضغطون عليه وتخلونه Disable وبعد كده تضغطون تطبيق وبعد كده OK فبعد ما تخلصون يا شباب تروحون على البحث مرة ثانية وتكتبون هذا الأمر وبعد كده يا شباب تختارون هذا الخيار فبعد كده يا شباب رح تظهر عندكم هذه الخيارات تضغطون على أول خيار هذا هو اللي هو كمبيوتر تفعلون هذا الخيار وبعدين يا شباب تروحون على ثالث خيار وتفعلونه وبعدين تروحون على هذا الخيار تضغطون على السهم هذا فراح تفعل معاكم وبعدين تنزلون شوي تحت لين ويندوز أبديت هذا الخيار بالنسبة لهذا الخيار لا تضغطون على هذا السهم اضغطوا على نفس الخيار حددوا عليه راح تفتع عندكم هذه القائمة فاتروحون على هذا الخيار اللي هو configure automatic update تضغطون عليه وبعدين من هنا تضغطون على disable وبعدين تضغطون تطبيق وبعدين اوكي وبعد كده تقفلون هذه الصفحة وبعد كده يا شباب تروحون على ايقونة النت تضغطون كليك يمين وبعدين تضغطون على ثاني خيار وبعد كده يا شباب من هنا تروحون على ثاني خيار اللي هو اثر نت تضغطون عليه وبعدين تضغطون على هذه الايقونة ومن هنا يا شباب رح تحصلون هذا الخيار عندكم off تفاعلون هذا الخيار وبعد كده يا شباب تقفلون الصفحة فكده يا شباب بيكون تم ايقاف التحديثات عندكم في الويندوز بشكل نهائي فهذا كان شرح اليوم أتمنى أنه كان شرح بسيط وسهل لا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية إن شاء الله مع السلامة